اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة تشهد تطورا مستمرا في اطار ما يجمعهما من علاقات تاريخية استراتيجية واتفاقيات عديدة مشتركة والتي كان اخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الامني والازدهار واشار السموه الى الحرص المتبادل على الدفع بمسارات التنسيق والتعاون بين البلدين الى افاق اشمل تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يصب في تحقيق المصالح والاهداف المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امنا وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل وسعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية وفدا من عضاء الكونغرس الامريكي برئاسة السينتور جوني ايرنست عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الامريكية حيث لافت سموه الى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الامريكية الى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ الامن والسلم الدوليين ما يصبوا في دعم الجهود الدولية على هذا الصعيد مؤكدنا همية توحيد مختلف الجهود العالمية لتحقيق السلام العادل للجميع والوصول الى التنمية المستدامة المنشودة في المنطقة والعالم واخلال اللقاء جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية اشتركوا في القناة